موسيقى ايكو انا مساءات ساينز تيتشر بدأنا مع بعض منه الجونيور فاين بدأنا بلاسل وان وطو وحلينا عليهم دلوقتي هنكمل مع بعض لسن سري اين فور فيلا بينا نبدأ طيب بدأنا نتكلم على ان الأرث بتاعتنا كونسست او فور سفيرس الفور سفيرس دول قلنا ان هم عبارة عن جيوسفير هيدروسفير اتمسفير ان بايوسفير وفهمنا كل واحد فيهم عبارة عن او انا من هرده بقى عايزة اعرف كل سفير منهم ايه بيشمل ايه بس بالتفصيل شوية تمام فحنبدأ نتكلم على كل سفير بالتفصيل تعالوا نشوف كده نبدأ مع بعض بالجيوسفير زي ان احنا شايفين كده ممكن ان احنا نستنتج شوية من الصورة ان الجيوسفير ده هو عبارة عن ايه احنا ببقنا وقلنا ان هو عبارة عن كل السويل الساند المانرالز كل الحاجات اللي في الارض كل الحاجات اللي بيتكون منها الارض نفسه الارض نفسها الكمبوننت بتاعتها كسويل كساند هي ده الجيوسفير طيب تعالوا كده بالراحة نقول مع بعض ان الجيوسفير ده هو ليه اسم تاني بنسميه الليسوسفير الليسوسفير هو عبارة عن ايه عبارة عن المانرالز اللي موجودة في الارض يعني ايه برضو؟ يعني تعالوا كده بشكل اوضح نفهم ان كلمة جيو اصلا معناها الارث معناها الارض اللي احنا دايسين عليها دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لايرز على طول بنلاقي على طول بنلاقي سايل على طول بنلاقي ساند روكس الحادات اللي موجودة في الارض دي هي اللي الجيوسفير بيمثل هاني او هو اللي بيتكون منها يبقى الجيوسفير كل الحادات دي بيتكون منها الجيوسفير كلمة جيو اللي ما بقولها دي ليه؟ اشمعنا الجيوسفير هي اللي بتعبر عن الـ والصيل والرقس عشان كلمة جيو means earth كلمة جيو means earth هسلم الجيوسفير اسم تاني بنفس المعنى برضو اسمه ايه؟ الليسوسفير يبقى الجيوسفير هي هي الليسوسفير تعالى كده نشوف بقى الكمبوننت اللي بيتكون منها الجيوسفير اول حاجة كده الجيوسفير consist of rocks طيب تاني حاجة consist of minerals المعادن الموجودة في الارض اسمها ايه؟ minerals تمام يبقى rocks minerals soil السويل التربة اللي موجودة في الارض كمان landforms اللي هي بقى mountains valleys اي حاجة اي حاجة موجودة في الطبيعة وبنبدأ ان احنا نشوفها landforms كلها من الجيوسفير وكمان mountain rocks inside the earth ايه المنظر ده؟ انا جوه الارض عندي high temperature very high temperature جراجات حرارة عالية جدا 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 لدرجة ان ممكن المانورالز اللي احنا بنشوفها متجمدة دي تكون جوه الارض بس ايه؟ منصهرة يعني في حالة liquid في حالة سائلة تمام؟ المانورالز دي فيه شبهها بالضبط ولكن ايه؟ inside the earth اسمها ايه؟ molten rocks او molten rocks inside the earth هي عبارة عن rocks بس في حالة ايه؟ تمام؟ طيب يبقى ما دلوقتي بدأت معاكم باول سفير وهو الجيوسفير 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 طيب تعالى نشوف كده السكند سفير عندي وهو الهايدرو سفير واتفقت معاك المرة اللي فاتت ان الهايدرو سفير ده consist of all water all forms of water on earth طيب فقال لي ان الهايدرو سفير it's the system that include all the water on and under and above earth كل اي حاجة فيها ووتر على طول هقول لي ان ده ايه؟ الهايدرو سفير طيب زي ايه؟ زي مثلا الـ oceans الـ oceans الـ rivers الـ ground water والـ glaciers كل الحاجات دي عبارة عن forms of water بيتكون منها الهايدرو سفير مين هي الـ glaciers؟ هي عبارة عن water ولكن in solid state وكمان شوية هتعرف بالتفصيل يعني ايه؟ تمام؟ طيب قال لي بقى ان انا في حاجة مهمة عايز اعرفها زي ما قلت ان j means earth عايز اعرف اشمعنا الهايدرو سفير هو اللي بيشمل الـ water قال لي عشان الهايدرو دي means water يبقى ركتس معي j means earth hydro means water j means earth hydro means water طيب عشان كده بنقول ان الهايدرو سفير بيحتوي على كل الـ water اللي موجودة على الارض طيب هي المية دي قدي ايه من الارض؟ فاكرين كده لما كنت بقول المرة اللي فاتت ان انا لما بوص على الـ earth من بره بحس ان هي بلو بول بحس ان هي كده عبارة عن كرة زرقاء من كتر المية اللي فيها وقلت عشان المية دي حوالي 71% طيب انا دلوقتي بقى عايزة اقسم الـ 71% عايزة اقسم الـ 71% كلها قدي ايه فيها fresh water وقدي ايه فيها salt water طيب تعال كده نشوف لقيت ان الـ salt water حوالي 96.5% يعني اغلب المية اللي موجودة on the earth is a salt water in forms of salt water ocean sea كل المية الملحة هي دي عبارة عن ايه؟ 96.5% اما الـ fresh water فحنلاقي ان هي قليلة جدا طبعا الـ salt water زي الـ sea والـ ocean و some lakes خد بالك some lakes عشان احنا قلنا ايه؟ most lakes fresh water some lakes بس هم اللي ايه؟ salt water طيب نكمل كده اما الـ fresh water فده الباقي بقى بقيت الكمية حوالي 3.5% of water is only fresh water طبعا كمية المية الـ fresh وليلة جدا ودي زي الـ rivers rain water ground water way most of lakes خد بالك most of lakes fresh water some lakes salt water ركز معايا هنتكلم بالتفصيل شوية عن الـ lakes ولكن ركز معايا فإن النسب مهم جدا المية اللي موجودة على الارض حوالي قد ايه؟ كل من الارض دي فيها حوالي 71% of water ولكن المية دي مش كلها fresh ومش كلها salt هتقسم الـ water لاثنين salt water و fresh water salt water حوالي 96.5% of water أما الـ fresh water فده حوالي 3.5% of water طبعا لو اخد بالك نسبة المية العزبة نسبة الـ fresh water قليلة جدا 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 بالنسبة للـ salt water مش بس كده قال لي كمان عارف الـ fresh water اللي انت لسه بتقول عليها ان هي 3.5% اللي احنا دي المفروض ان احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية المفروض ان احنا بنشرب منها ونام بيها كل حاجة الـ fresh water دي كمان اغلب الـ fresh water اللي موجود على الارض مش موجود موجود in liquid form اما الـ solid form موجود in the form of glaciers اللي انا كنت لسه بقولك عليها من شوية الـ glaciers دي عبارة عن انهار جليدية مكان بيبقى كل مية ولكن مية in solid state بسبب ايه بسبب decreasing temperature الدرجة الحررة فيها بتكون very low فبالتالي بتلاقي ان المية بتتجمد وبتبقى في هيئة ايه solid form بتبقى على هيئة glaciers فكمان الـ 3.5% of fresh water اغلبهم بتكون في حالة ايه اغلبهم بيكون في حالة solid طيب فقال لي it's a large sheet of ice or snow that moves slowly over the earth's surface most of fresh water on earth is not found in a liquid or running water but it's found in the form of frozen water اللي هي glaciers اغلب المية اللي بتكون موجودة على الارض الفريش ووتر اغلبها بتكون ايه بليترز خلي بالك ما تنساش الجزء ده عشو مهم جدا كمان ممكن اجبلك scientific term يعني ايه large sheet of ice or snow that moves slowly on the earth's surface ده اسمه بليترز اللي هي ايه اللي هي الفريش ووتر المية ولكن in solid state تمام؟ طيب يلا بنا نكمل انا كده اتكلمت على الجيوسفير اتكلمت على الهايدروسفير دلوقتي عايز اتكلم على الاتموسفير تمام افتكر معايا geo means earth hydro means water طيب بالنسبة للاتموسفير بالنسبة للاتموس means what تعالي نشوف مع بعض طبعا باين من الصورة ان الاتموسفير ده هو عبارة عن included all gases that surround the earth كل الجازس اللي موجودة كل الغازات اللي موجودة حوالين الارض دي ايه؟ عبارة عن الاتموسفير او تمثل الاتموسفير طبعا زي ما قلنا في الجيوس وفي الهايدرو هنقول في الاتموس كمان ان الاتموس means what الاتموس means vapor الاتموس means vapor what the meaning of vapor جاز على طول معناه ان هو ايه؟ كل الجازس اللي حوالينه طب افتكر معايا كده عارف غازات موجودة حوالينه ولا لأ؟ اه احنا ايه؟ take in oxygen get out carbon dioxide عندنا كمان نايتروجين كل الحاجات دي تعتبر ايه؟ جازس الجازس دي بتمثلي الاتموسفير طيب الاتموسفير is usually called air air is a mixture of many kinds of gases such as oxygen, carbon dioxide, gas and nitrogen gas فالاتموسفير هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كل الجازس around the earth على طول بنقول الـ air يعني احنا على طول بنسمي اللي حوالينه ده ان هو ايه؟ وهو دي هي دي الجازس اللي احنا بنتكلم عليها وهو ده اللي بيمثله الاتموسفير تمام؟ يبقى ما تنساش كده نراجع تاني geo means earth hydro means water ودلوقتي الاتموس means what means vapor طيب نكمل عندي مين بقى اخر واحد احنا قولنا ان هما four spheres ده الرابع بقى بتاعهم اللي هو البايوسفير اللي قلت ان هو include all living organism on the earth human animals and plants is the system that includes all living organisms on earth كل الارجانزم اللي موجود على الـ earth وبرضو كلمة bio means what bio means life نبقى احنا كده اخدنا four spheres كل sphere معنى ايه؟ قلت ان الـ hydro sphere hydro means water geo means earth atmosphere atmos means vapor و الـ biosphere bio means what bio means life it contains human animals and plants بيحتوي على كل living organism human animals and plants طيب earth's system interaction دلوقتي بقى انا عايزة افهم ايه؟ عايزة افهم ان كل الـ spheres اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها في ما بينها interaction ما ينفعش يعني احنا رو فكرنا كده هنلاقي ان مش كل sphere قاعد لوحده يعني الـ biosphere قاعدين هنا و الـ hydro sphere هنا والـ atmosphere هنا والـ atmosphere هنا والـ j sphere هناك لا مفيش الكلام ده كلنا قاعدين مع بعض وكل الـ spheres دي بتبدأ تعمل interaction with each other يعني ايه؟ يعني لازم يحصل تفاعل ما بين الـ spheres وبعضها لازم الـ biosphere اللي هو احنا نتفاعل معه مثلا الـ atmosphere احنا بنعمل ايه؟ زي ما لسه كنت بقول لك take in oxygen and get out carbon dioxide ده كده يعتبر interaction ما بين الـ biosphere والـ atmosphere لازم نعمل مثلا الـ biosphere لازم يعمل interaction مع الـ hydrosphere طول الوقت احنا ايه؟ drinking water we can't survive without water فبالتالي لازم ان احنا نعمل interact مع الـ hydrosphere دلوقتي بقى انا عايزة افهم ازاي ممكن الـ hydrosphere يعمل interaction مع الـ geosphere ازاي الـ hydrosphere؟ hydro means water ازاي الـ hydrosphere يعمل interaction مع الـ geosphere اللي هي ايه؟ اللي هي الـ earth ازاي اللي اتنين يعملو interaction مع بعض طيب لو كنا فكرنا كده احنا قلنا المرة اللي فاتت في الاول خالص لما قلت ان انا عندي الـ rains لما بتصفد بتعمل breaking down للـ rocks هي الـ rains اللي نازلة دي مش هيدروسفير طيب الـ rocks اللي بتبدأ انها تعمل لها breaking down وش ده جيوسفير؟ يبقى الـ hydrosphere can interact with geosphere انا بقى كل اللي عايزة منك انك تركز وتجمع الـ examples مع بعضها تفهم تترجم على طول انت هنا بتعمل interaction ما بين مين ومين طيب تعال نشوف كده اول حاجة الـ hydrosphere وهو بيعمل interaction مع الـ geosphere قالي ان الـ rain الـ formation of lakes الـ rain اول ما بتصفد بتبدأ ان هي تكون lakes on the ground طيب بالنسبة بقى من الـ lakes اللي تكونت البحيرة اللي تكونت دي تكونت ازاي؟ ده كان فيه rains نازل ده يعتبر ايه؟ hydrosphere نزل على ايه؟ نزل على الـ earth نزل على الـ ground وبدأ ان هو يكون ايه؟ الـ lake يبقى بالتالي الـ hydrosphere اللي هي الـ rains نزلت عملت ايه؟ formation of lakes on the ground اللي هي مين؟ اللي هي الـ geosphere يبقى ده interaction ما بين مين ومين؟ ما بين الـ hydrosphere والـ geosphere مش بس كده التاني بقى اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت الـ erosion of rocks by water بص كده شكل الـ rock ده كان في الاول عايدي كان كامل نتيجة الـ water نتيجة ان المية تفضل كل شوية تغبط في الصخرة دي وتعمل فيها erosion تبدأ تعمل ايه؟ breaking down بس طبعا على long term يعني في وقت كبير جدا بتبدأ ان هي تكسر فيه تكسر فيه تكسر فيه تكسر فيه لغاية بعد فترة زمنية كبيرة بتلاقي ان هي ايه؟ انفصلت جزء منه انفصل وحصل له ايه؟ erosion تمام؟ طيب فده طبعا الـ breaking down فده طبعا الـ breaking down of rocks by a by water طمام انا قصرت على الـ rocks اللي هي جيوسفير by a by water اللي هي هي هيدروسفير يبقى ده interaction ما بين الهايدروسفير والجيوسفير انا عايزاك دلوقتي ده تجمع معايا كده ان انا لما اجي اقولك explain the interaction between الهايدروسفير and الجيوسفير هتقول لي ايه؟ حكتين formation of lakes وفهمنا ازاي erosion of rocks by water وفهمنا برضه ازاي تعال نشوف اللي بعده طيب بص بقى انا هنا عايزاك امتى تقول ده interaction ما بين مين ومين خد دلق كده بص كده الـ GIF ده بيقول ايه؟ ان انا عندي هنا الـ plant الـ plant ده living organism طيب انت اقول لي بقى ده انهو سفير الـ plant ده طبع انهو سفير طيب بيعمل ايه؟ بص كده take carbon dioxide بدأ ان هو ياخد الـ carbon dioxide عشان يعمل الـ photosynthesis process اخد حاجات كتير اوليه اخد sunlight carbon dioxide و كمان ووتر طيب انا دلوقتي انا عايزاك تركز في ان هو اخد carbon dioxide يبقى ده interaction ما بين مين ومين طيب ده كده هنا في interaction ما بين الـ plant اللي هو biosphere و كمان carbon dioxide يبقى ده مين؟ يبقى ده اتموسفير طب لو هقولك الـ interaction ما بين البلانت وما بين الـ water اللي بياخده يبقى ده interaction ما بين الـ biosphere والـ hydrosphere طيب انا هنا عندي الـ atmosphere مع الـ biosphere ازاي ان الـ plant سيبدأ ياخد ايه؟ during photosynthesis process plant take in carbon dioxide gas from the air and give out oxygen gas to air معنى كده ان حصل interaction ما بين الـ living organism الـ biosphere اللي هو الـ plant وما بين الـ atmosphere اللي هو الـ gases اللي حوالين الـ plant اخد carbon dioxide وبدأ ان هو يطلع ايه؟ اكسوجين تمام؟ طيب تعالى نشوف اللي بعده بص هنا بقى interaction برضو نفس الحجاية عندي بلانت بس ركز كده هنا هتلاقي ان فيه ووتر والـ nutrients بتطلع من الـ soil عشان تدخل في ايه؟ في الـ plant عن طريق الـ root طبعا احنا اتكلمنا عن ده in the first term كتير جدا طيب هنا ايه اللي حصل بقى؟ هنا بدأ ان الـ root of plant take water and nutrients from the soil ده interaction ما بين مين ومين؟ فكر كده الـ plant ده يعتبر biosphere طب وبالنسبة للـ soil اللي بياخد منها ده ايه؟ ده جايو سفير يبقى انا عندي هنا الـ interaction ما بين الجايو سفير والبايو سفير ايه اللي بيحصل؟ قال لي during photosynthesis process برضو soil provide nutrients for soil roots بتبدأ ان الـ soil تدي الـ nutrients والـ water للـ plant تمام؟ ده interaction ما بين الجايو سفير والبايو سفير طيب خلينا نشوف الـ interaction ما بين الـ hydrosphere والبايو سفير وده بقى انت المفوض اللي تقول فيه حدات كتير قوي هيدرو سفير وبايو سفير تكلمنا عن المورة اللي فاتت كتير جدا ازاي all living organisms اذا كان plant, human, animals interact with water interact with hydrosphere طيب نشوفها حاجات كتير جدا plant need water to survive human drank water to survive animals drank water to survive وكمان water is a habitat of fish حاجات كتير قوي plant, animals, human need water to survive and water is a habitat for a fish في some living organism take water as a habitat or live in water يبقى ده كده interaction between four spheres اي حاجة بقى حاجة اسألك عليها ايه الـ interaction بتاعها فكر انت هو عايز ما بين مين ومين وترجل hydrosphere water biosphere living organism ازاي living organism بتبدأ تعمل interact مع الـ water وحنشوف ده في الاسئلة تمام طيب بص كده تعالى نشوف مع بعض هنا air, water, land, life وعندي هنا hydrosphere, geosphere, atmosphere and biosphere عايز اعمل ماتش بس الـ air مثلا هعمله ماتش مع ايه hydrosphere, geosphere, atmosphere or biosphere طبعا اير تبقى على طول ايه اتموسفير water يبقى hydro means water land ge means earth وعنى life طبعا ايه الـ biosphere طيب اخر حاجة عايزين نقولها in lessons 3 الـ pion ايه هو الـ pion عندي اي place حواليه اي natural area حواليه بيكون لها حاجات بتميز الـ area دي زي ايه زي مثلا ان بيكون لها طيب اخر حاجة عايزين نتكلم عليها in this lesson what the meaning of pion اي natural area حواليه بتكون عبارة عن habitat يعني ايه بيبقى عبارة عن place ليه مثلا climate خاص بي يعني مثلا climate بتاعت desert غير climate بتاعت rain forest على طول desert مثلا بتكون very hot and dry بس rain forest هتلاقي ان فيها مثلا rains فيها امطار كتير فبالتالي كل مكان بيكون ليه بيكون ليه climate خاص بي بيكون فيه living organism خاص بيه هو اكيد living organism اللي هيقدر يعيش اين hot and dry مش هو living organism اللي need more amount of water مثلا طيب it's a large of the world that has similar soil climate plants and animals تعال نشوف ده بالروحة عندي مثلا desert عندي rain forest عندي grassland وعندي wetland كل الحاجات دي ايه هي عبارة عن biomes عبارة عن natural places بس كل place ليه حاجات مميزة ليه هو بس زي ايه زي soil زي plant زي animals زي climate طيب طيب فانا عندي desert زي ما لسا كنت بقولك very hot and dry عندي rain forest ايه فيها rains كتير تفتكر كده الplant والانيمالز هنا هم هم هنا انا شايفة اهو بعيني اهي plants هنا very large amount of plants هنا كتير جدا ليه عشان فيه rains كتير والبلانت اغلبها بتحب ايه عايزة rains كتير اما هنا على عكس مافيش rains خالص فمافيش plants كتير هنا فيه animals زي الكامل هل الكامل يقدر يعيش في rain forest لا فبالتالي كل place نفس الحكاية في grassland نفس الحكاية في wetland بص هنا كده بص هنا كده هتلاقي فيه ميا كتير عشان هي عبارة عن ايه ارض رطبة فيها ميا لكن هنا grassland لا هي عبارة عن grass الصغيرة عشب كده قصير بس يبقى كل مكان من الاماكن دي اسمه ايه اسمه بايوم اسمه ايه اسمه بايوم يعني ايه بقى بايوم it's a large it's a large of the world that has similar that has similar soil climate plants and animals في حاجات مخصصة ليه هو بس زي ايه زي امثلة كتير desert rain forest grassland and wetland تمام؟ ما ننسهوش البيوم مهم يلا بينا نشوف اسئلة الجزء ده شو ريفت انسر المحافظة جيوسفير اطوستير و هيدوسفير و هيدوسفير و هيدوسفير و هيدوسفير في ايه هيدوسفير ما نشوف عيوم مخصصة جزء للارضي ايه نيترسفير و اكسسفير هل يكون الجزء يصبح مهاجم أكثر من جزء و جيوسفير و جيوسفير و جيوسفير طبعا نتبقى جزء بأي أتمسفير 96.5% of Earth's water is salt water, plain water, fresh water or frozen water عن أغلب المية على طول ايه salt water formation of lakes is an example of an interaction between formation of lakes إذا الكونات هي عبارة عن ووتر اتحطت في أرض فبالتالي الووتر تعتبر هيدروسفير والأرض تعتبر جيوسفير يبقى هيدروسفير و جيوسفير roots fix plants in the soil this is an interaction between biosphere and atmosphere biosphere and atmosphere, biosphere and geosphere, hydrosphere and atmosphere فكر كده roots fix plants in the soil الروت بتاع البلانت دي طبعا يعتبر ايه بلانت دي بيوسفير والسويل ده جزء ابن الأرض بجيوسفير بابلي الووتر البيوسفير and geosphere هكذا the following water just contain full water gulfs, sea, ocean, rivers طبعا الوحيدة اللي فيها fresh water هي river which of the following is found between the word atmos atmo means vapor and the word bio means what means life bio means life all living organisms are atmosphere all living organisms part of biosphere يبقى روم oceans, lakes and rivers are included in the hydrosphere طبعا ايه الهيدروديميات water oceans, lakes, rivers كلهم water يبقى طبعا صح desert and forest are examples of bios طبعا صح less than 50% of earth's surface is covered water less than 50% طبعا more than 71% most of the salt water on earth is found in the form of frozen water لأ مش salt water they can't mean fresh water fresh water forms about 3.5% of water on earth طبعا 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 all animals and plants can live in aquatic habitats طبعا 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 the system on earth which contain all different land forms كل الحاجات اللي هي علاقة بالearth بالأرض نفسها بالsoil بالرقص على طول جايز فيها earth's system which is made up of water water يبع على طول hydrosphere earth's system which consists of mixture of gases surrounding the earth gases يبع على طول مين the system that has similar soil climate plants and animals يبع على طول الطبعا طبعا 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 الطبعا 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 طبعا الطبعا طبعا الطبعا X неё adi طبعا 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 جيوسير أيضا لا يمكن استخدام الاتموسفير لديه عبارات المهمة لأتموسفير هل الأتموسفير مهمة فعلا للبلانت؟ فهو عمدا من غيره متقدرش تعمل الفوتوسنسيس بروسسس لأنه دور الفوتوسنسيس بروسسس تيك كاربون داكسايد والاكسايد بيعطر من الأتموسفير لأن البلانت تيك كاربون داكسايد جاس من غيره متقدرش تعمل الفوتوسنسيس ليه أغلب الفرش ووتر؟ لأننا قلنا أن أغلب الفرش ووتر في صورة الاتموسفير فالتالي لا يمكن استخدامها لأن أغلب الفرش ووتر في صورة الاتموسفير ماذا يحدث إذا؟ لأن البلانت لا يمكن استخدام الاتموسفير إلا هيحصل طبعا ساعتها مش هتقدر ايه؟ لأن البلانت لا يمكن استخدام الفوتوسنسيس لأن البلانت لا يمكن استخدام الفوتوسنسيس لأن هذه هما أكيد جزء منين دونه天ال بي تم فتير 4000 طبعا هي مهلكة hinaus هتبدأ ن skal dخر من كل حاجة بقى done ت Ads لسمد Only فاريا A فعلاً فعلاً الفروتر فصاحب read the following paragraph then complete the sentence frogs are amphibians so they can live on land and in water كل الأمفيبيان عمتاً can live on land and in water frogs in A أقص جنجان A عزيز الضبط they'd say use the water to hydrate خلاله في القوة فروب can live on land and interact with biosphere and الانتراكشن الفروب طبعاً هو biosphere أما الانتراكشن الفروب تعتبر جزء من A الجيوسفير hiding of frogs in water is an interaction between biosphere طبعاً اللي هو الووتر فدي جزء من biosphere respiration of frogs is an example of interaction between biosphere and respiration التأخذ بقى يبدأ يخذ الأكسجن ويطلع الرجل دائي الأتماسفير ماشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً شكراán شكرا 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 يلا بينا نبدأ مع بعض listen 4 هنا بقى هنبدأ ان احنا نتكلم على types of aquatic ecosystem ايه هي types of aquatic ecosystem انت ممكن تستمتع ده قبل ما نبدأ احنا تكلمنا عن الووتر صح؟ طيب الووتر دي احنا قلنا ان هي one type ولا two types ولا اكتر من كده؟ لا احنا قلنا ان هم two types عندي fresh water و salt water على حسب الtypes بتاعة الووتر هيكون عندي aquatic ecosystem طيب تعالى كده نشوف يعني ايه؟ يعني الاquatic ecosystem هتنقسم لاثنين اول type the first type is salt water ecosystem اما الثاني فهو fresh water ecosystem يبقى انا دلوقتي بتكلم على two systems salt water and fresh water salt water اكيد كده ممكن نستنتج ان هو هيكون في الاوشان في السي اما ال fresh water ممكن برضو ان احنا نفكر مع بعض ان هو اكيد هيكون في ال river في البونز في ال lake طيب تعالى كده نشوف الكلام ده مع بعض عندي salt water هيكون حاجة من الاتنين يا shallow area يا deepest area يعني ايه؟ هتفهم كمان شوية يعني ايه؟ بس المهم ان انت افتكر معايا كده وكل ما اتطوغ مني ارجع تاني للسلايد دي وافهم احنا فيه هنتكلم يا اما على salt water ecosystem يا ال fresh water ecosystem ال salt water ecosystem عندي فيها two areas اللي هم shallow area وال deepest area طيب اما ال fresh water ecosystem يا اما هتكون ستكون ستكون وحتفهم دلوقت في كل واحدة بالتفصيل تعالى نبدأ مع بعض اول حاجة salt water ecosystem in shallow area salt water ecosystem shallow area طيب ايه بقى هي ال shallow area ال shallow area دي هي عبارة عن المكان اللي انت شايفونا ما كان فيه المية ماش عالية اوي يعني انت انا قاقف كده فيها متبقاش المية عالية بالنسبالي متبقاش فوق خالص دي كده اسمها shallow area تمام shallow area عبارة عن مناطق ضحلة يعني المية فيها مش مرتفعة قوي فقالي ان الاريا دي ال shallow area دي مكان مناسب لحك دي او بقدر ان انا اشوف في حك دي اول حاجة هو مكان مناسب للكورا الريفز الكورا الريفز بتقدر ان هي تعيش اين shallow area ليه عشان الكورا الريفز دي لو انت فكرت معايا كده وافتكرت الفرست ترم واحنا بنقول ان الكورا الريفز على طول بيكون عايش عليها الالجي والارجي دي كانت بتعمل ايه في التسانسيس بروسس فبالتالي هي محتاجة sun light فعشان كده بتلاقي ان هي عايشة in shallow area عشان تقدر ايه receive sun light تقدر ان الـ sun light تقدر توصل لها ويقدر ان ايه الـ living organism دي كان نظر تاني حاجة بقى الانتر تايدل زون ايه هي الانتر تايدل زون هقول لك انا دلوقت ايه هي الانتر تايدل زون الانتر تايدل زون هي عبارة عن مناطق المد والجزر يعني ايه مناطق المد والجزر يعني فيه اوقات من السنة بيكون فيها المية مرتفعة نسبة المية بتكون عالية عايزك تبص معايا كده بقى نسبة المية وهي عالية المكان كله بيضغطة طب تعالي نشوف فقى المية لما بتقل لا ده المكان ايه بيبان فقالي ان الانتر تايدل زون هي عبارة عن area along the coast على طول الشاطئ that disappear under water i at high tide بص كده at high tide at high tide ده يعني المية مرتفعة كل المكان مختفي كل ايه الاريا دي disappear اختفت على عكس ايه low tide ايه بقى الاريا دي بتبدأ ان هي appear بتبدأ ان هي تظهر at low tide يبقى تاني كده بقول الانتر تايدل زون هي عبارة عن it's area along the coast that disappear under water at high tide and appears at low tide ركز معايا في الرسمة تاني هتلاقي ان هي بتعمل ايه انتر تايدل زون that area disappear at high tide بص كده المية وهي عالية اهي high tide المكان كله مختفي at low tide بقى بتبدأ ان الاريا دي ايه appear تبدأ تظهر يبقى تاني الانتر تايدل زون ليه بشوفها in shallow area عشان in shallow area في الاماكن الضحلة هتبدأ ان انت تلاحظ المية امتى المكان ده امتى بيختفي والمية عالية وامتى المكان ده بيظهر والمية بتكون ايه منخفضة شوية فبالتالي انا تكلمت على ايه بقول ان انا عندي aquatic ecosystem يا salt يا fresh بدأت بالصمت وقلت ان انا حتكلم فيها على حكتين shallow area والdeepest area بدأت بالshallow area وقلت ان shallow area فيها حكتين الكورا ريفز can live and we can see intertidal zone بيبقى فيها الانتر تايدل زون والكورا ريفز الكورا ريفز خلاص فهمت هي عايشة فين بعد ما تكلمت على shallow area هنبدأ نتكلم على الجزء التاني وهو ايه deepest area الdeep area هي عبارة عن very deep place in ocean or in sea لدرجة انه sun light can't reach to it الدوق ما بيقدرش يوصل للاقاع خلاص من كتر ما هي very deep طيب المكان ده هسميه اسم تاني وهو the absent zone the absent zone هو deep area in the sea or in ocean يبقى انا كده اتكلمت على salt water ecosystem وقلت ان فيها shallow area و deep area ال shallow area زي ما فهمنا ان فيها core reefs will enter tidal zone اما deep area فدي هي اللي هسميها absolute zone وليزم تفهم ان sun light can't reach to it the area these areas are very deep area in ocean so the sunlight can't reach to it ال sunlight ما تقدرش ان هي توصل لها طيب بالموقت ما عايز اتكلم على حاجة تانية وهي salt leaks انا كنت لسه من شوية بقول في fresh water ان انا عندي some lakes is a or a or salt water اما كان فيه بقى most of lakes كنت بقول ان هم fresh water بالموقت ما انا عايز اجيبه لصم عايز اجيب الجزء الصغير اللي هو ايه salt lakes قالي ان انا عندي salt lakes زي مثلا lake اسمها lake أسل lake أسل او lake عسل هي عبارة عن بحيرة البحيرة دي فيها high concentration of natural salt فيها نسبة عالية جدا من natural salt او من الاملاح الطبيعية لدرجة ان most of animals or most living organisms can't live on it طبعا لنسبة املاح عالية جدا لدرجة ان الكاءات الحياة اصلا مش قادرة ان هي تعيش فيها فقالي ان فيها some glands and different types of bacteria live in lake lake عسل lake عسل دي بتلاقي ان هي من كتر الاملاح اللي فيها اغلب كانت مش قادرة تعيش بس ومع ذلك في ايه في شوية صغيرين اه بيضروا ان هم يعيشوا فيها دعلا كده بص معايا lake asal in jibuti موجودة jibuti has high concentration of natural salt so it's too salt for fish and most aquatic animals to live in ولكن there are few plants and different types of bacteria can grow in this area في شوية plants some plants a few amount of plants and different types of bacteria can live in lake asal بس في الغالب ايه مش بيقدروا ان هم يعيشوا فيها فامنقول ان ايه اغلب الكائنات most of animals can't live in it مش بس lake asal احنا عندنا اصلا بحيرات يعني شوية في كزا في بحيرات كتير تعتبر صوت ولكن انا بس عايزة الاتنين دول اللي هي lake asal 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 دويل in egypt عبارة عن salt lake وما تنساش ما تنساش عشان هنحتاجوا كمان شوية ان احنا نفرق ما بين salt lakes وال fresh lakes طيب تعالوا نكمل fresh water ecosystem fresh water ecosystem fresh water ecosystem بقى ده الجزء التاني نفتكر كده مع بعض احنا قلنا ان احنا هنتكلم على الاكواتيك اكو سيستم salt water ecosystem fresh water ecosystem salt water اللي كان هنا قلت ان هو في ايه shallow deep وتكلمت كمان على lakes salt lakes دلوقتي بقى عايز اتكلم على الجزء التاني اللي هو fresh water اللي انا قلت حيكون فيه bones lakes وال streams طيب خلينا بنبدأ بال fresh water ecosystem ونتكلم على pond and lakes قال لي ان دي عبارة عن مية ولكن مية مش كتير يعني البحيرة او البركة هي عبارة عن ايه فاكر كده مبارة اللي فانت ونحنا بنعرفه وقلت ان هي area that has water and surrounded by land على طول محاطة بلاند فهي مساحة محدودة من المية فقال لي ان طبيعي ان هي فيها مية بس المية دي فيه احيانا بعض some lakes dry at summer months وركز في الحتة دي يعني ايه dry at summer months يعني عندي فيه فترات في الصيف فيه اناكن معينة lakes معينة points معينة بتلاقي ان الصيف فيها في very high temperature ففي الوقت ده المية هيحصل لها ايه احنا كنا بنقول ان المية liquid state ممكن تتحول ليه water vapor او gas state in very high temperature ففيه اماكن معينة لما درجة الحرارة بتعلى جدا بتعلى قوي كده بتلاقي ان الووتر كلها بيحصل لها evaporation وبتبدأ انها تتحول لووتر vapor فبالتالي الليك او البونج بيبدأ يحصل لها ايه dry at summer months فتعالا نشوف الكلام ده كده قال لي ان الووتر is present all year in it ولكن يعني الكائنات اللي بتعيش في اماكن زي كده لما المية هتتبخر يعني هم بقى يقدروا يعملوا adaptation ويقدروا ان هم يتكيفوا مع ده زي ما كنا بنقول in junior 4 يعني مثلا حيبدأوا يعملوا ايه they will die يعني مثلا حيموتوا زي ايه زي عندي lake ناصر دي عبارة عن fresh lake عشان كده 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 من شوية بقولك ركز في ايه في salt lakes قلت ان انا عندي 2 salt lakes مين دول؟ اللي هي lake berdawee in egypt lake berdawee in egypt lake berdawee in egypt وكمان ايه lake asal in jibuti lake asal in jibuti lake asal in jibuti lake berdawee in egypt الاثنين salt lakes اما fresh lake هي مين lake ناصر نكمل عندي flowing water body ودي برضو معانا في ال fresh water هي عبارة عن ايه قال لي ان دي بقى include rivers and streams دي كانت ثالت حاجة قلت هتكلم عليها في ايه في ال fresh water بعد البونتس والليكس قلت ان انا هتكلم على ال river and streams دي بقى كده برضو عن fresh water قال لي ان دي water is always moving in the flowing water bottles دي عوطول مية بقى بتكون ايه مية running water عوطول مية بتتحرك خلي بقى كان عندي نوعين من انواع المية دلوقتي هتكلم عليهم still water running water يعني ايه still water دي اللي هي زي هتكون في البونتس او في الليكس مية ركدة سبتة ما بتتحركش على عكس running water اللي بتكون ايه على طول مية متحركة زي اللي موجودة في ال rivers فبالتالي قال لي ان انا عندي المية بتاعة ال river على طول ايه running water على طول مية بتبدأ ان هي تتحرك زي ما احنا ايه شايفين بتبدأ ان هي لو فاجر برضو كنا بنقول في ال river ان هو بيتكون ازاي عن طريق ان ال water moving from high altitude to low altitude بتبدأ ان هي تتحرك من اعلى الاسبل فبالتالي طول الوقت المية ايه in running many different plants and animals live in flowing water طبعا في كائنات كتير بتبدأ ان هي تعيش ايه many different plants and animals live in flowing water طبعا في كائنات كتير بتقدر ان هي تعيش في ايه في ال rivers وفي ال fresh water عمتا عادي فيها ايه living organs تابعا في كائنات كتيرا نعرف على طول الريم نعرف على طول الاتمسفير ، نعرف على قاتل نعرف على طول من طول الريم طول الريم بتقول ان كتيرا نض amb点 مية بالشاركة نبضد الريم ويسفير ايه النمش علابة من المتودع نعرف مع كصير نعرف تطلع قرر للأرض طبعا هي ووتر يبقى هيدروسفير طبعا من الأرض طبعا من الروكس تبقى هيدروسفير هيدروسفير نرجع بطول السؤال لتفهم الانتراكشن ما بين بدونه اكواتيك اكو سيستم كان بي كلاسيفايد ان وات اكو سيستم ان ويش اكو سيستم اكواتيك اكو سيستم الووتر عطول احنا اسمناها لدي اللي هي ايه بدون تسجرها قد خلين احنا الناس سيستم اكواتيك احنا من التفهم سيستم ان يتيم اكوة مكترية طبعا من شالو أعيات طبعا انها شالو أعيات هي ديب بووتر عطا ورون لغورنزم عطا جيوسفير لاسلين ليين حياتي رقز اللي سين يتركي في الفش الالجي عايشين في الووتر رومي. Gazzes which surround the earth represents فيه called all gases represented by the atmosphere. There is only a lot of active system known as salt water ecosystem. هو واحد بس لا طبعا. دفيه كانان ينين الفرشهر ecosystem. The deep areas of the ocean that sunlight edge to it. مش هتوصل الله قامس. are called a peisal zone طبعا. طبعا. Right. Some potent lakes may dry up in winter mountains. طبعا. جملة صحيح وانتحيح. في الصمع عشان يبقى فيه عايد الناتش. متى الداويل يزعاد الممبل of salt water ex. يجب نقول الحوطر لعصر أن التواتر الداويل. which is salt systems that cover large part of earth's earth's large largest salt water ecosystem. طبعا. حد صوبوش. area of the ocean. كنتين كولاريز. إحلقنا بقى الكولاريز والأنتراثيز والزول ومن فين؟ الشالو area. The area along the coast that disappear at the high tide and appears at the tidal monoclonal GIF. يبقى الانتراثيز. كبلي. following sentence. rainwater is needed for the intergraph. this interaction between the earth's sphere. which are rainwater. طبعا. مين الهايدرسفير. البلانت دائي. بايو سير. we can classify the water ecosystem لسه الهوارة. ليبقى fresh water we call total ecosystem. intertidal zone is the area along the ocean between the watt tide and watt. high and low. a zone in the ocean is a dark area as what can't reach it. متقدرش الهاتف يصلى بعض الصنلائيز والتقلت انها a very deep area. فبالي sign three to it. some bones and less die up in the rich months. احنا قولنا بقى السعين نورا فبترائت قرانج. انها بيحصى الله dry بس فقية في summer months. from examples of fresh water lakes. يبقى التقلت انها اي ليلة ناصر. good reason for. some bones and less can die up during summer. طبعا. لي. عشان during summer بيحصى rising in the breath. فبترية افبوريشن ليلة. يبقى. because when the temperature increase in summer water evaporates. no green. the reason no green plants can survive in a peison's ocean. لأن التقاباد من the peison هي a very deep area and sunlight can't reach to it. فبالتالي. green plants can't. sunlight can't reach to it. so green plants can't make its senses cross. what's up to animals that live in leaps if they dry up؟ عمدوا الحق من ليلة. ياما يعملوا adaptation ياما. ياما they will dry. they have to adapt to changes that they will dry. هما بقى المفهود ان هما عملوا adaptation عشان ليسكوش. تمام. طبعا يا الله بي كان. اهه اه 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 ساكدا. اه 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 شكرا 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 حسنا طيب يلا بينا نكمل in lesson 5 دلوقتي بقى احنا اتكلمنا عن salt water ecosystem والfresh water ecosystem وفهمنا بعضهم ان كل واحد فيهم ايه البروبراتي بتاعته او بيتميز بي دلوقتي انا عاوز افهم ده كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها البونتس والليكس والحاجات دي كلها دلوقتي انا عاوز اعرف هل كل الكائنات دي هي هي نفس الكائنات بتعيش في كل الاماكن لا طبعا اكيد لان كل واحد كل habitat منهم لي ايه البروبرتس خاصة بي فانا دلوقتي عاوز ابدأ ادرس الhabitat دي خلينا نبدأ اول حاجة بالبونتس عاوز اعرف ايه عن البونتس اول حاجة عاوز اعرف الووتر اللي فيها الtype of water بما اننا اتكلمنا عنه ان انا عندي حاجتين يا اما fresh water يا اما salt water دلوقتي انا عايز اعرف بقى البونتس دي فيها fresh water ولا salt water لا البونتس دي فيها fresh water ولكن اللي عايز اعرفه بقى الووتر دي الموفمنت بتاعتها ايه يعني ايه الموفمنت بتاعتها ايه يعني هل هي سبتة زي ما كنت بقولك ولا هي بتتحرك قال لي لا دي مية سبتة ركدة فبقول عليها ان هي still water يبقى تاجل كده ركز معايا البونتس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن fresh water and still fresh still water وبالبروبيرز بتاعتها دي بالtype of water وبالtype of movement بتاعت الووتر هتلاقي فيه living organism قادرة تعيش فيها مين هم؟ تعالى نعرفه مع بعض اللي بتقدر تعيش في البونتس زي الووتر لالي الووتر لالي الووتر لالي هي عبارة عن plant can live in bones لان هي اصلا محتاجة still water عشان تقدر تعيش عليها هي على طول طول وقت بتبقى عايش في ال float on the surface of water على طول بتكون عينة فوق فاللو فيه موج او فيه حاجة هتبدأ ان هي توقعها لا هي عايزة تفضل ايه؟ فوق كده فبتقدر ان هي تعيش in bones يعني حاجة some types of worms عندي بعض الworms او بعض الديدان بتقدر ان هي تعيش في ايه؟ في البونتس ثالث حاجة salamander and frogs live in bones السلاماندر والفرومتس بتقدر تعيش في ايه؟ في البونتس دي في البرك تمام؟ يبقى انا كده فهمت ان البونتس دي الووتر بتاعتها fresh still يعني ما بتتحركش طبعا لده بقى بتلاقي ان ايه في living organism بتقدر تعيش فيها زي الووتر ليلي some types of worms from the ant salamander تعال نشوف غير الworms عندي streams الستريمز بقى الووتر بتاعتها برضه fresh water ولكن بقى مش هتلاقيها still هتلاقيها running water يعني ايه؟ يعني طول الوقت المية فيها بتتحرك طيب الستريمز قلت طيب الووتر بتاعتها قلت ان هي fresh ايه والموفمنت بتاعت الووتر لقيتها ان هي running ميش ستيل زي البونتس لا دي المية فيها ايه؟ طول الوقت بتتحرك وبرضه عشان البربرتس بتاعتها هتلاقي types of living organism can live on it هتلاقي types من living organism زي مين بقى اللي بتقدر تعيش فيها؟ زي الكاتفش الكاتفش هي عبارة عن سمكة قادرة ان هي تعيش في ايه؟ في الستريمز سمكة السلم يبقى تاني كده احنا بنقول ان كل بروبرتس بتاعته هو وده اللي بيخليه ده اللي بيميزه وده اللي بيخلي فيه living organism معينة بتعيش فيه زي ايه؟ زي البونتس اللي احنا اتكلمنا عليها افتكر معايا بقى كان بيعيش فيها ايه؟ كان بيعيش فيها الووتر للي كان بيعيش فيها وكان بيعيش فيها السلماندر والفوغز هنيجي بعدها للستريم هنلاقي ان هي على عكس البونتس اللي كانت المية فيها فريش انستيل ووتر لا هنلاقي في الستريم ان هي فريش ولكن رونينج ووتر وعشان كده فيها living organism ومختلفة بيعيش فيها زي مين ومين؟ الكات فاش والسالامون او التروت طيب تعالى نشوف كمان الاوشان ويل سي برضو الاوشان ويل سي نفس الحكاية بس في حاجة بقى الطيب اوف ووتر هتبقى برضو فريش ووتر طبعا ايه؟ لا دي سولت ووتر والووتر موفمينت هنلاقي ان الموفينج بتاعت الووتر على شكل ويفز او امواج احنا عارفين ان على طول البحر بيكون في ايه؟ ويفز او امواج وعشان كده فيها living organism بتعيش في الاوشان زي ايه؟ زي كوب عبارة عن ايه؟ طيب من living organism can live in ocean زي الدولفن زي الستار فاش وزي كمان الموسيس فاش او الفلندر فاش دول برضو بيقدروا ان هما يعيشوا في ايه؟ استنى كده عشان تشوف الفلندر فاش دول برضو بيقدروا ان هما يعيشوا فيين؟ بيقدروا ان هما يعيشوا في ال سي او الاوشان طبعا مش عايز اقولك ان الحاجات دي لازم تبقى عارفهم متفرق ما بينهم كويس جدا عشان نقدر ان احنا ايه؟ نحل عليهم احنا اتفقنا بعض على الpoints اتفقنا ان الماء بتاعته salt water and the movement of water in the form of waves وده بيخلي فيه some animals live in ocean زي مين؟ زي الكلب، الدولفن، الستار فاش والموسيس فاش تاني زي مين؟ كلب، دولفن، ستار فاش and موسيس فاش دلوقتي بقى عايز اعرف شوية نوتس كده ركز معايا فيهم قالي ان الاوشان we'll see environment include many smaller ecosystems يعني ايه؟ هم الكبار جدا يعني مكان زي المحيط او البحر الكبار جدا 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 مكان very large space or very large surface of water فبالتاني بتلاقي ان جواه فيه smaller ecosystem يعني بتلاقي ان كل مكان من الشبه التاني بتلاقي ان جواه فيه ecosystems كتير بس صغيرين بقى بيضموا ايه؟ بيضموا living organism تاني حاجة عايز اعرفها ان الاوشان ووتر circulate around the world in the bottom called ocean current ان حركة المحيطات دي بتبدأ ان هي او حركة المية بتاعت المحيط بتبقى في هيئة ايه؟ ocean current على شكل يعني ممكن نقول دوامات المحيط مثلا او موجات محيط اسمها ايه؟ ocean current flowing water bodies rivers and streams مش محتاج اعرف بس غير ان يعني الriver والستريم على طول هي flowing water bodies زي ما قلت من شوية ان المية فيهم مش ثبته هي على طول ايه؟ running water فبقول عليها ان هي flowing water يعني many different plants and animals live in flowing water bodies برضو لسه اعليها من شوية ان فيه كائنات بتعيش هنا through the correct answer evaporation and condensing on planet earth which an interaction between what and what طبعا الووتر يبقى على طول ايه؟ hydrosphere evaporates هاي الصلاة evaporation يعني هتطلع عشان تكون clouds form clouds فبالتالي هتطلع تتحول من water الwater vapor من hydrosphere لايه؟ الاتموسفير طيب rivers and streams contain which water while ponds contain which water river and streams طبعا دي فيها ايه؟ fresh and running water اما in ponds ففيها ايه؟ stem water واللي can live in ponds see ocean طبعا دي هي ايه؟ live in ponds among animals that can found in ponds are lions and salamanders frogs frogs and salamanders fox and bears bears can found in ponds طبعا احنا هتطلع ايه؟ from answers shallow area of ocean appeasal area of oceans from dolphins don't receive sunlight contain coral reefs live in salt water live in fresh water live in desert طيب shallow area of ocean دي اللي كان بيعيش فيها ايه؟ الكورال reefs a pine area of ocean وعند ايه؟ don't receive sunlight they could very deep area wrong طبعا live in ponds اا يعني البوط دي كان فيها still water ودعها كان fresh فبالتالي deep water and dolphins في ال sea طبعا salt water نقبل put right or wrong types of worms live in oceans لا طبعا احنا ولا فين؟ in ponds rivers and streams are running fresh water bodies طبعا right how amal live in streams such as catfish and salmon trout طبعا right كوية the following sentence war runs across the land is an example of interaction between hydrospeer and water across the land الhydrospeer دي طبعا الووتر اما اللند فدعي جيب سفيف according to water movement ports have which water compared to streams that have water 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 يعني هاراضي يأمر طبعا في boats have a water compare to streams streams and rivers have run water kelp starfish in which are considered the largest water add the opposite pictures in which a show a river and area p show an ocean طبعا هنا ايه المكان اسمه المفروض استواري اللي بيتقابل فيه الريفر مع الاوشان طيب خلنا نشوف هو بيقول لي الريفر اما البي فدي ايه الاوشان water lally can be found area a area p both area and b area a nor p طيب بالروحة كبه احنا قلنا ان الووتر lally live where live in bones البونز دي هي المفروض ان هي fresh water فبالتالي ممكن ان هي تعيش فيه in area a all the following organism can be found in area p except dolphin starfish under fish or frog طبعا مين الفرغ عشان بتعيش in fresh water ايه تعيش في ايه في salt water طيب وبكده نكون خلصنا الجزء ده ايه اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله المرة الجانية ما تنسوش تحلو الكواز اللي في الدسكريبشن تحت طيب وبكده نكون خلصنا ايه ما تنسوش تحلو الكواز اللي في الدسكريبشن تحت واشوفكم الفيديو الجاني ان شاء الله موسيقى 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 شكرا